أزمة ثقة بين الشرعية والأمم المتحدة على خلفية الاتهامات التي وجهتها الحكومة للمبعوث الأممي مارتين غريفث والمرتبطة بانحيازه لميليشيا الحوثي بعد يعطيها غطاء أمميا لعملية الانسحاب الشكلية التي سلمت فيها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى لقوات تابعة للميليشيا تجددت الاتهامات الحكومية للمبعوث الدولي مع صدور تقرير فريق المشاورات التابع للحكومة والذي حمل غريفث مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق الحديدة من خلال سعيه كما يقول التقرير إلى تثبيت سيطرة ميليشيا الحوثي على الموانئ عبر قوات خفر السواحل الموالية لها في محاولة لخلق اعتراف بشرعية قوات الأمن الحوثية وهي محاولة مرفوضة من الحكومة كونها نسخة مكررة من مسرحية سابقة حاول الحوثي تنفيذها في ديسمبر الماضي كان الرئيس هادي قد أعطى المبعوث الدولي فرصة أخيرة لتنفيذ اتفاق السويد خلال رسالة رسمية وجهت الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت اتهاما مباشرا للمبعوث الدولي بمخالفة المرجعيات الدولية وعرقلة تنفيذ اتفاق السويد ومساواة الحكومة بميليشيا الحوثي رسالة هادي أتت بعد يومين من توجيه البرلمان اليمني الحكومة بوقف التعاطي مع المبعوث الأممي بالتزامن مع حملة دشنت على مواقع التواصل الاجتماعي طالت الأمم المتحدة وبريطانيا كونها الدولة الوحيدة التي أظهرت موقفا مؤيدا للانسحاب الحوثي الوحادي في الحديدة ليست هذه المرة الأولى التي تنشب فيها خلافات بين الحكومة وغريفث لكنها المرة الأولى التي ينحاز فيها موقف المبعوث الدولي بوضوح لصالح الحوثي ومع ذلك فإن الفرصة الأخيرة الممنوحة لغريفث من قبل الشرعية تبقى رهينة صلابة الموقف الحكومي من عدمه